قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بتكريم نائبه جو بايدن الذي وصفه بالآخ بوسام الحرية على وسام مدني في الولايات المتحدة أوباما ذكر أنه لم يندم أبدا على قرار اختيار نائبها عام 2008 هدية أوباما لبيدن فاجآتها وباد متأثرا جدا بهذا التكريم ولم يستطع أن يحبس دموعه حتى وإن كان الكثير من الأمريكيين يرون في بايدن راجلا ضريفا صاحب الأربعة والسبعين عاما قاضى ستة وثلاثين عاما في الكونغرس وصار متخصصا في السياسة الخارجية إلا أنه لم يتمكن من إقناع الشعب الأمريكي على أنه يمتلك هيئة رئيس دولة